لا غاز هيليوم بعد اليوم في لبنان في حال استمرار العزلة الاقتصادية على قطر هذه أولى تابعات الأزمة الخليجية على البلاد إذ اترددت معلومات عن إغلاق قطر أكبر مصنعين لإنتاج الهيليوم في العالم وهما يلبيان أكثر من 25% من إجمالية الطلب العالمي وقد بدأت هذه المادة تنفد من السوق اللبناني ما ينعكس سلبا على المستشفيات خصوصا لكونها تستخدم هذا الغاز في أجهزة الرنين المغناطيسي والارتفاع الأكبر سيصيب الفاتورة الصحية أول شيء الأسعار ارتفعت بشكل دوبل يعني إذا كانت 300 صارت للـ 500 دولار سورة الأشعبر لمكانات الأمرأة اللي هي الرنين المغناطيسي اللي احترتفع بشكل دوبل وتريبل لأنه نحن رفعنا الأسعار على المستشفيات وبالتالي المستشفيات كاملة احترفع الأسعار على المواطنين الضرر الاقتصادي من انقطاع مادة الهيليوم لا يتوقف على المستشفيات وحسب فهذه المادة تستخدم كذلك في رقائق السيليكون وفي أجهزة الغطس وتبريد معدات الأقمار الصناعية وحتى في بالونات الأطفال في ألاف الأشخاص بالبلد يعيشوا من وراء غاز الهيليوم اللي هو علاقة بالاحتفالات بالمناسبات بالبالونز اللي هي ساكشن كتير كبيرة أنا عملت جولة صغيرة كحدة أغلب المحلات على الأسعار صهايني الدولة المحتلة بلشوا بالغاز وطلعوه ونحن ننتظر المحاصصة السياسية مسار تصدير الهيليوم يبدأ من رأس لفان بقطر إلى جبل علي في الإمارات حيث يجلي شحنها إلى سنغافورة التي تمثل مركز توزيع الهيليوم في آسيا ومن الوجهات الرئيسية اليابان والصين وتايوان وكوريا وفرنسا وهو مسار قطع اليوم إلى أجل غير مسمى ألين حلاق قناة الجديد